السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم البريد الإلكتروني إيميل بداية يا خامس نعرف نحن نعرف كل ياتنا أنه الإنسان منذ القدم يحتاج إلى نقل الرسائل سواء من نفس البلد يعني من شخص إلى آخر في نفس البلد أو من شخص إلى آخر في بلد أخرى لذلك حاول الإنسان في طرق عدة نقل الرسائل ففي البداية استخدم الحمام الزاجل ثم سننا نستخدم أشخاص لكي ننقلونا هذه الرسائل من بلد إلى بلد آخر ثم استخدمنا يا خامس طريقة البريد العادي من خلال صندوق البريد الورقي إلى أن وصلنا حاليا إلى البريد الإلكتروني حتى البريد الإلكتروني يا خامس تطور في مراحل حيث كان التراسل في البداية توجب دخول كل من المرسل والمستقبل إلى الشبكة في الوقت ذاته لنقل الرسالة بينما حاليا أصبح البريد الإلكتروني يقوم على مبدأ التخزين والتمرير حيث أنه يحظف في الرسائل الواردة في صندوق بريد المستخدمين ليطلوا عليها في الوقت الذي يشاءون نرجع إلى موضوع درسنا ونركز على مفهوم البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل عبر الإنترنت ولكن يا خامس للحصول على تلك الخدمة أو للحصول على طريقة البريد الإلكتروني يتوجب على كل من أن يكون لدى المرسل والمستقبل عنوان بريد خاص به الشخص الذي أرسل الرسالة يجب أن يكون لديه عنوان بريد إلكتروني خاص به والمستقبل الذي استقبل تلك الرسالة يجب أن يكون لديه بريد خاص به بريد إلكتروني اجزاء البريد الالكتروني اجزاء ايميلك يا خامس يتكون من 1anyname at anycompany.com anyname وهو اسم المستخدم عند حصولك على حساب البريد الالكتروني احمد خليل محمد الاسم الذي حصلت عليه anycompany هي الشركة او المزود الذي قدم لك حساب البريد الالكتروني ورح نحكي عنهم بالتفصيل بس نحكي مثال عنهم اشهرهم مثلا الجيميل الهوتميل الياهو 3.com وتعني ان جاة الموقع هي جهة تجارية واخدنا ايا خامس في الدرس السابق درس مواقع الانترنت انه لما تلاقي اخر اخر كلمة كوم اخر البريد فمعناته انه هذا الموقع اشماله تجاري اخر الموقع كلمة كوم فانه هذا الموقع معناته انه هو تجاري انواع البريد الالكتروني هناك نوعين يا خامس من البريد الالكتروني فيه انواع نوع يستخدم برنامجا خاصا وهذا النوع بيستخدمه يا خامس الشركات او البنوك حيث ان يكون هناك نظام لارسال واستقبال الرسائل داخل تلك الشركة او داخل تلك المؤسس يسمح بتبادل الرسائل بين الموظفين لكن يشترط ان يكون هناك برنامجا خاصا على اجهزة الموظفين لتبادل تلك الرسائل ويطلب منك ايضا ان تكون متصل بالانترنت النوع التاني اغلبيتنا من استخدامه هو نوع من سميه بريد الويب او البريد المجاني وهذا النوع سهل لاستخدامه لا بدون الحاجة الى برنامج خاص لا يطلب منك سوء ارتباطك بالانترنت وهذا سبب انتشار هذا النوع من انواع البريد الالكتروني اذا نستنتج ان هناك نوعا من البريد الالكتروني بريد يستخدم برنامجا خاصا ويجب ان تكون متصل بالانترنت والنوع التاني بريد لا يستخدم اي نوع من انواع البرامج لكن ايضا يطلب منك ارتباطك بالانترنت هناك يا خامس ميزات متعددة وكثيرة للبريد الإلكتروني رح أذكر أنا أهمها لكن بالكتاب مذكوري عندك أكثر من ميزة الميزة الأولى هي إمكانية إرسال الرسالة إلى عدة مستخدمين يعني نفس الرسالة أرسلها إلى أكثر من شخص اتنين إرسال رسالة تضمن نصا صوتيا أو فيديو أو صورة أو خرائط يعني أنا أمكاني خلال هذا البريد كنا زمان ما نحتاج البريد العادي كان لازم بس رسالة ورقية بينما البريد الإلكتروني وفر لنا أنه إحنا أمكاننا ننقل أصوات وننقل الفيديو أو حتى الماب الخرائط ثلاثة السرعة في إرسال رسائل حيث لا تستغرق إرسال رسائل سواء بضع ثواني برضو ممكن أن أقار أنه أنا بالبريد العادي كان زمان لما أنا بدي أرسل رسالة كان ممكن تحتاج إلى أسابيع وممكن تحتاج إلى أشهر أيضا بينما حاليا البريد الإلكتروني وفر لدينا ميزة مهمة اللي هي أنه أنا أمكاني أرسل هاي الرسالة في بضع ثواني فقط والسرعة بهمني وخاصة في بعض الرسائل لما حكينا من أول درسنا أنه هناك شركات أو مواقع تقدم عنا خدمة البريد الإلكتروني لما قلنا أنه بريد الإلكتروني بتكون من any name at any company.com لما اشتغلنا على any company هناك مجموعة من المواقع أهمها بريد جوجل الجيميل بريد الياهو وثلاثة بريد الهوتميل دون نحكي عنه اليوم يا خامس هو أمن البريد الإلكتروني وهو الوسيلة الأساسية لقطاع الأعمال والاتصالات حيث يزداد استخدامها يوما بعد يوم لأهميتها بهمني يا خامس أنه هاي البيانات ونعملية نقل هاي البيانات تكون محمية من الوصول إليها لأنها أحيانا بتكون تحتوي على معلومات مهمة وسرية وتستخدم أمن البريد الإلكتروني من أجل نقل الرسائل النصية ونقل المستندات وقواعد البيانات طبعا هذا الموضوع بده شريح مطول إن شاء الله رح نحكي فيه في الدروس اللاحقة بتمنى منكم اليوم تكونوا فهمتوا الدرس اللي أخذناه وهو البريد الإلكتروني تعريف البريد الإلكتروني أهمية ومييزات البريد الإلكتروني إلى آخره بدي أطلب منكم طلبية خامسة أحط لكم بعض الأسئلة بتمنى أنكم تجاوبوها وتبعتولي إياها على الخاص السؤال الأول يريد أن نكتبه على الدفتر عرف البريد الإلكتروني السؤال الثاني أكتب مميزات البريد الإلكتروني والسؤال الثالث أكتب أجزاء البريد الإلكتروني واذكرها باللغة العربية والإنجليزية يعطيكم ألف عافلة اليوم أجزاء البريد الإلكتروني